هذه ليست نتيجة حرب مدمرة إنما فيضانات دموية ضربت منطقة في إسبانيا خلال ثماني ساعات فقط حصل هذا المشهد المدمر وهذا الركام الهائل من السيارات مشاهد مأساوية سببها فقط فيضان من الماء آلاف المنازل غمرتها المياه وأكثر من 150 ألف إنسان باتوا بلا كهرباء أو بلا مأوى أصلا لأن الماء غمر البيوت كيف نأخذ العبرة من هذه المشاهد وهل هناك دعاء للنجاة من الكوارث يقول العلماء إن هذه الظواهر بدأت تكثر وتصبح أكثر تدميرا فهل هي مؤشر على اقتراب الساعة هذا ما سنتعرف عليه في هذا اليوم إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة هذا المشهد ليس ناتجا عن حرب مدمرة ولا نتجة قصف إنه طوفان ناتج عن الماء فقط أمطار هطلت بغزارة لمدة ثمان ساعات أغرقت هذه المدينة كما نرى مدينة فالينسيا في إسبانيا انظر معي أخي الحبيب كيف أن الماء الذي نشربه وهو ضروري للحياة يمكن أن ينقلب إلى وسيلة للدمار والإهلاك والقتل والتدمير هذا الطوفان خلال دقائق قتل أكثر من مئة شخص وهناك مئات الأشخاص المفقودين حتى هذه اللحظة طبعا الماء نعمة من الله ونزول الماء هو نعمة واستبشار بالنسبة للبشر ولكن هذا الماء إذا حدث أي خلل في عملية نزول الماء فإن هذا سيؤدي إلى إغراق المدن وإلى تدمير ممتلكات الناس ويتحول إلى موت لذلك هذا الفيضان تصفه الصحف الإسبانية بأنه فيضان دموي فيضان دموي لأنه حصد أرواح الكثير من الناس والنتائج لا زالت مجهولة حتى الآن أيها الأحبة انظروا كيف أن التكنولوجيا الحديثة انظروا إلى هذه السيارات تحولت إلى ألعاب ورقية انظر انظر قوة الماء أنا فقط أحب أن أتذكر قصة سيدنا نوح وهذا جزء صغير هذه ذرة من الطوفان الكبير الذي حدث في زمن سيدنا نوح عندما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أنا مثل هذا المنظر أيها الأحبة عندما ترى هذه السيارات تتحول إلى ورق لا وزن لها ولا قيمة لها كل التكنولوجيا لديهم تقف عاجزة يقف متفرج لذلك مثل هذا المشهد أنا يجعلني أشعر بضعفي أولا وبضعف الإنسان بشكل عام انظروا كيف تغرق هذه المدينة خلال ساعات قليلة فقط تحولوا انظروا إلى هذا المشهد مشهد مأساوي فعلا يعني انظر هذه كلها الشوارع كانت نظيفة وكانت تعج بالحركة فأمر الله عندما يأتي أيها الأحبة يأتي بشكل مفاجئ والله عز وجل يرينا مثل هذه المشاهد لنعود إليه لأن الناس هناك في حالة صدمة حتى الآن باتوا ليلة مأساوية حقيقة انظر انظر إلى هذا التدفق الهائل لهذه المياه يعني خربت خربت تقريبا كل شيء انظر انظر معي هنا أخي الحبيب وتأمل قدرة الله ما هو السلاح الذي المستخدم هنا هو الماء لا يوجد متفجرات ولا يوجد حرب ولا يوجد صواريخ هو الماء فقط ليجعلنا الله نأخذ العبرة القرآن حدثنا عن طوفان سيدنا نوح الذي أغرق كل الكفار في ذلك الوقت ونجى الله المؤمنين فاليوم هذا انذار من الله أنا بالنسبة لي أعتبر أي ظاهرة مدمرة هي انذار من الله سبحانه وتعالى هذا الانذار لابد أن نأخذ منه العبرة هذا الانذار لابد أن يجعلنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نتذكر أن الساعة أصبحت قريبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يقول إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة الموت الفجأة أن تكون في بيتك فتجد نفسك تغرق في الماء وخلال دقائق تغرق وتموت موتا مفاجئا الصحف الإسبانية يتحدثون اليوم عن فيضان دموي لأنه حصد أرواح بعض الناس ولا زال الكثير مجهولي المكان غير معروف أينهم طبعا أيضا الصحف تحدثت عن كارثة تحل بالبلاد وأنها كانت مفاجئة بالنسبة لهم وأنهم الآن في حالة طوارئ كما نرى أمامنا فمثل هذه المشاهد أيها الأحبة كيف نأخذ منها العبرة العبرة موجودة أمامنا أيها الإنسان في أي لحظة أنت معرض أن يصيبك ما أصابهم باختصار لا أحد لا مؤمن ولا ملحد ولا أي من أي ديانة أخرى لن ينجو من الموت كل نفس ذائقة الموت فدائما أخي الحبيب كن على استعداد لمواجهة الكارثة أو الموت والأجل بيد الله الذي مات هنا ثق تماما أن أجله مكتوب وهو في بطن أمه ولكن الفارق هل مات مؤمنا بالله صابرا محتسبا أم مات على غير ذلك هنا يعني الفارق الكبير طبعا بين من يموت وهو مؤمن وصابر فله أجر الشهيد من يموت على الكفر والإلحاد هذا أمره إلى الله طيب هل هناك دعاء للنجاة من الكوارث بما أن الكارثة يمكن في أي لحظة أن تنزل كمية مطر كبيرة جدا على أي منطقة وتدمر هذه المنطقة فتجد أن الماء أصبح عندك في بيتك وأنت لا تدري وأنت نائم يعني يأتي بغتة العذاب يأتي بغتة الدعاء أخي الحبيب أنا أتذكره دائما معكم دعاء سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأنجاه الله من ظلمة البحر وظلمة الغرق وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لذلك أخي الحبيب مثل هذه الأدعية ينبغي أن ندعو الله بها كل يوم كل يوم ندعو الله بها لا تنتظر حتى يأتي الموت أو تأتي الكارثة أو يأتي أمر الله وهنا أيها الأحبة أتذكر هذه الآية الكريمة لأن كل الصحف وكل المواقع تتحدث عن شيء مباغت شيء مفاجئ أتذكر معكم هذه الآية الكريمة التي يقول الله فيها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ويقول أيضا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون فالإنسان إذا مات قامت قيامته فالساعة تأتي فجأة العذاب يأتي فجأة عذاب الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة يعني مؤشرات اقتراب الساعة كثيرة اليوم كثرت الزلازل بالأمس الفيضانات والأعاصير كانت في أمريكا قبل أيام فقط صار ميلتون الذي دمر أكثر من 100 مليار دولار خلال ليلة واحدة 24 ساعة واليوم هذه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى فيضان كاسح قبلها في أماكن متفرقة زلازل والسونامي وغير ذلك ويقول العلماء بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري والتلوث وغير ذلك سوف تكثر هذه الظواهر المدمرة وتصبح أكثر تدميرا سبحان الله لذلك نحن ليس أمامنا لأن التكنولوجيا الحديثة كلها عاجزة عن أن تفعل أي شيء التكنولوجيا الحديثة البشر مجتمعين يعجزون أمام هذا الماء يعجزون أمام طوفان أو إعصار أو زلزال أو أي ظاهرة أخرى فبما أننا اعترفنا بعجزنا واعترفنا بضعفنا فلابد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن نواجه هذه الكوارث بالدعاء أخي الحبيب ولا تنتظر حتى تأتيك الكارثة أو يأتيك الموت فجأة أو يأتيك المرض لا كل يوم وأنت صحيح اذكر الله ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من المهالك ادعو الله دائما أن تكون من المؤمنين انظر إلى سيدنا يوسف سيدنا يوسف وهو على عرش الملك وفي قمة قوته وعلمه ماذا قال؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين كانت نظرته إلى ما بعد هذه الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين فماذا نقول نحن اليوم إذا كان هذا سيدنا يوسف الذي آته الله ملك مصر فما بالك بنا نحن اليوم ينبغي أن نفكر بالموت أخي الحبيب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا إن بين يدي الساعة ماذا؟ أمورا عظاما يعني هناك أمور عظيمة لم يكن أحد يتوقعها أو يراها ويفاجأ بها العالم كل يوم مثل هذه الظواهر وهذه الأحداث المدمرة التي لا ندري الطوفان القادم أين سيضرب لذلك نرجو من جميع الأحبة أن يتواضعوا لله أن تشعروا بضعفكم أمام قوى الطبيعة وهذا جزء صغير من قوى الطبيعة على فكرة جزء لا يذكر يعني فالماء الذي نشربه وهو ضروري للحياة قد يتحول إلى دمار إلى قاتل والهواء الذي نتنفسه من ضرورات الحياة قد يتحول إلى إعصار قاتل أيضا انظر أخي الحبيب لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شر وأن يتوفانا على الإسلام فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق